اشتركوا في القناة ان تكونوا باحسن حال كان هناك ثلاثة اصدقاء يجتمعون كل يوم ويلعبون ويتسلون مع بعضهم ولكنهم كانوا عندما يسمعون الاذان يقولون يلا نصلي بعدين خلنا نكمل لعب الحين ولا يصلون الصلاة في وقتها وكذلك كانوا احيانا يتكلمون بالكلام السيء ويسبون وفي يوم من الايام كانوا جالسين في الحديقة ويلعبون وكان يجلس قريبا منهم رجل كبير ولما اذن المؤذن للصلاة بقوا يلعبون ويضحكون ولم يهتموا بالاذان والصلاة فجاء فجاء اليهم الرجل الكبير وقال لهم يا ابنائي لماذا لا تهتمون بالصلاة لماذا لا تتركون اللعب وتذهبون للصلاة فقالوا له نسينا ما في احد يذكرنا ويشجعنا على الصلاة نسينا فقال لهم الرجل اذا ما وجدتم احدا يشجعكم على الافعال الجميلة شجعوا انفسكم انتم ذكروا انفسكم بالافعال الطيبة والجميلة فقالوا ايوالله حلوة اعجبتنا الفكرة وبعد ذلك صاروا دائما يذكرون بعضهم بالافعال الطيبة ويتعاونون عليها واذا واحد منهم نسي نفسه وقال كلاما سيئا ينبهونه وينصحونه واذا واحد منهم ما صلى يذكرونه بالصلاة وهكذا صاروا يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر كأني سمعت هذا الكلام من اول من منكم يا شباب يتذكر جملة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اين هي موجودة احسنتم يا ابطال في سورة العصر طيب يا شباب هل عرفتم درسنا اليوم عن ماذا نعم عن هذه السورة الجميلة العظيمة سورة العصر الآن دعونا نستمع إلى تلاوة الشيخ لسورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا 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 بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بارك الله فيكم على إنصاتكم الطيب والآن تعالوا نستمع إلى تلاوة الشيخ ونردد وراءه وسنفعل ذلك مرتين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم ترديدكم ممتاز قال الله تعالى والعصر يا شباب المسلم عندما يقسم يقسم بمن أحسنتم يا أذكياء يقسم بالله تعالى فيقول والله والله لأسوي كذا طيب يا شباب سؤال ثاني الله تعالى إذا أراد أن يقسم بماذا يقسم ما أروعكم نعم الله تعالى يقسم بنفسه وبما شاء من مخلوقاته طيب يا شباب الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر قال والعصر يا شباب من مخلوقات الله تعالى فأقسم الله تعالى بالعصر والعصر يا شباب هو الوقت الذي يأتي بعد الظهر هل تعرفون وقت العصر عندما يؤذن العصر يصير وقت العصر فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر لأنه وقت مبارك وفيه خير ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الإنسان لفي خسر لفي خسر يعني لفي نقصان كل شيء عنده ينقص عمره ينقص أمواله تنقص وقوته تنقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني المسلمين الذين يعبدون الله ويؤمنون به ويفعلون الأفعال الصالحة الطيبة وينصحون بعضهم بأفعال الخير ويساعدون بعضهم هؤلاء لا ينقص من عندهم شيء فحتى لو نقص عمرهم لكن الله تعالى سيعطيهم عمرا طويلا في الجنة لا ينتهي عمرهم ولو نقصت أموالهم فالله سبحانه وتعالى سيعطيهم حسنات وسيعطيهم أموالا كثيرة في الجنة فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم دائما فائزون ودائما في خير والآن يا أيها الأحباب هيا بنا نحل تمارين الكتاب نمسك أقلامنا ومحاياتنا ونذهب جميعا إلى الصفحة التاسعة والعشرين التمارين والأنشطة أضع دائرة حول رمز المعنى الصحيح المستطيل الأول خسر مرض فقر نقصان أحسنتم يا أبطال نقصان المستطيل الثاني أرتب صفات الفائزين وأكتب الأرقام من واحد إلى أربعة بحسب حفظي لسورة العصر هيا يا شباب أي هذه الصفات هي أول صفة من صفات الفائزين؟ أحسنتم الذين آمنوا فأي واحدة هي الثانية إذن؟ ممتازون وعملوا الصالحات أين الثالثة؟ أحسنتم وتواصوا بالحق والرابعة لم يبقى غيرها وتواصوا بالصبر السؤال الثالث أقرأ وأصل العبارة بما يناسبها العبارة الأولى الذي لا يؤمن بالله تعالى فائز عمل صالح خاسر أحسنتم خاسر العبارة الثانية الإنسان المؤمن فائز عمل صالح خاسر ممتازون فائز العبارة الثالثة قراءة القرآن بقي خيار أخير عمل صالح بارك الله فيكم يا شباب ننتقل إلى السؤال الرابع ألاحظ الصورة وأضع إشارة صح للسلوك الصحيح موعد الصلاة أمامنا ولد يصلي وأمامنا ولد آخر يلعب في موعد الصلاة أحسنتم السلوك الصحيح هو سلوك الولد الذي يصلي المستطيل الذي بعده موعد المذاكرة أمامنا فتاة تلعب وقت المذاكرة وفتاة أخرى تذاكر في وقت المذاكرة فأيهما تسلك السلوك الصحيح أحسنتم التي تذاكر السؤال الخامس أقرأ وأصل العبارة بما يناسبها العبارة الأولى يقسم الله تعالى بالعصر أحسنتم لأهمية الوقت العبارة الثانية المسلم ينفع أخاه رائعون ويرشده إلى الخير العبارة الثالثة المسلم يصبر لم يبق لها إلا خيار واحد على الشدائد نأتي الآن إلى سؤال المبدعين السؤال السادس ألون الفائز باللون الأخضر والخاسر باللون الأحمر هكذا يا شباب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة